أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر وتطلع مصر للدفع قدما بأتر التعاون الثنائي على شتى الأصيدة وكذلك تعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه الرئيس السيسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة الأخيرة الأخيرة الرئيس الجزائري ضيفا عزيزا إلى مصر وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الجزائري أعرب عن خلص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة واهتمامها بتكثيف التعاون وتنصيق الثنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية هذا وقد تترق الاتصال إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية زات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسة الدولة ومساندة الجهود الحالية للتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيدة ليبيا